تعالوا نروح نعرف نادي دريمز شايف المواجهة أمام نادي الزمالك إزاي؟ بيفكروا في المواجهة دي إزاي؟ حرسوهم من المواجهة دي إزاي؟ هل هم مقدرين فعلاً صعوبة المهمة أمام نادي الزمالك؟ هل عندهم طموحات إن هم يوسعوا إن هيخدوا بالك دريمز مش من الفرق الكبيرة في القارة الأفريقية أو حتى في غانا؟ فوصولهم لهذه المرحلة أصلاً مرحلة النصف النادي مفاجأة كبيرة جداً معاهم جون أنتوي ده واحد من أهم اللعابة للأفارقة اللي جون في الدولة المصري هو هدفين اللعابين للأفارقة في الدولة المصري تاريخياً يعني ولعب العديد من الأندية في الدورة المصري طيب معانا الآن عبر زوم أمينو شادو المدير التنفيذي لنادي دريمز الغاني يا فندم شرفني ومنورني على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكراً جزيلاً أخي شكراً لك كيف تنزل لهذه المواجهة الكبيرة اللي ستجمعكم إن شاء الله بنادي الزمالك في زهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية نحن نعرف أننا سنخوض مباراة صعبة أمام نادي الزمالك هو نادي كبير في أفريقيا وليس في مصر فقط هو فائز بالعديد من البطولات الدور المصري ودور أبصال إفريقيا نعم نحن نعرف ذلك ولكن نثق في أنفسنا ونثق في قدراتنا نحن نتحلل بالثقة نحن نعرف أن البطولة لم تنتهي بعد ولكن لدينا المهارة ولدينا القدرات لنتأهل النهائي نادي دريمز نادي مش من الأندية له إنجازات وبطولات كثيرة في القرى الأفريقية ولكنه ظهر بشكل رائع جدا في الكونفدرالية هذا الموسم شايف إزاي مواجهته مع نادي الزمالك هل هنا في هذه المرحلة مرحلة نصف النهائي هي أقصى طموحات فريق دريمز ولا تشعر أن دريمز يستطيع الوصول لأبعد من ذلك للمبرانة النهائية والبطولة كل فريق يتمنى الوصول لهذه المرحلة من البطولة ولكننا نثق ونعرف أننا نستطيع أن نصل للنهائية والنفوس بالبطولة نعرف أننا أول مرة نصل لهذه المرحلة نحن ونعرف أننا نادي صغير لنواجه الزمالك في نصف النهائي ولكن نؤمن بأنفسنا خذنا مباراة صعبة في هذه البطولة لذلك نحن على ثقة أننا نستطيع أن نصل نعرف ما يقوله الناس ونعرف ما حققناه حتى الآن ولكننا نثق في أفوسنا ونريد أن نصل لأبعد من ذلك ونفوس بالبطولة فريق دريمز داخل المباراة القادمة بصفوف مكتملة ولا هناك نواقص في اللاعبين إصابات أو إيقافات لا أعرف ماذا سيحدث من هذه اللحظة حتى يوم الأحد ولكن حتى الآن في اللحظة التي أتكلم فيها معك الفريق كامل العدد لا يوجد لدينا أي إصابات وأتمنى أن تظل حالة الفريق على هذه الحال حتى يوم المباراة جون أنتوي المهاجم الغاني مهاجم فريق فريق دريمز الغاني واحد من أهم اللاعبين اللي لعبوا في كرة القدم المصرية مع العديد من الأندية المصرية هو هدف المحترفين الأجانب في الدوري المصري هل تتوقع أن يكون له عامل مؤثر مع فريقك في مباراة الزمالك نعم هو كان ولا يزال مؤثر مع الفريق هو هدف الفريق في البطولة هو يلعب بسلاسة ويلعب ويفيد الفريق بشكل كبير أعتقد أن وجود جون أنتوي سيجعل الكفة متوازنة في مباراة ضد فريق كالزمالك وخصوصا حينما تلعب في الصدق قاهرة في الاستاذ القومي في مصر أمام هذا العدد من الجماهير ولكن بالنسبة له هذا الأمر سيكون أمرا عاديا هو اعتاد على هذا الأمر فستكون مواجهة الأحد مباراة مهمة له هل كنت تتمنى أن لا يواجه فريق دريمز فريق الزمالك في هذا الدور الدور نصف النهائي بالنسبة لحال البطولة لا تختار من تريد وإذا أردت أن تفوز بالبطولة يجب أن تكون مستعدة لأي فريق يجب عليك أن تتحلى بالثقة بالطبع الزمالك ضد دريمز هي مباراة صعبة ولكن يمكنك أن تواجه أي أحد ولكن كما قلت من يريد أن يفوز بالبطولة يجب أن يكون مستعدا لمواجهة أي منافس ليس لدينا أي مشكلة نحن نؤمن أن هذا اختبار كبير لنا تحدي كبير لنا وأعتقد أننا مستعدون لهذا التحدي أمينو شادو المدير التنفيذي لنادي دريمز الغاني مشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم